يمكن حصل بس مشكلة مبارحة بين محمد إبراهيم ومشدة خفيفة كده ومشدة خفيفة بين محمد إبراهيم ومحمد حمودي وانتهت سريعا دويدار يمكن بيحاول الفترة دي وانا قلت لحضراتكم ودايما بتكلم على أحمد دويدار حياة واحد من النجوم اللي دي هم شخصية قيادية كبيرة جدا بيقدر يعني بيقدر يسيطر على المشاكل داخل الفريق عنده الملكة دي ملكة انه يقدر يسيطر على المشاكل واعتقد ان استخدامه فريق نادي الزمالك الفترة اللي فاتت واللي جاية ممكن يعطي استقرار كبير داخل نادي الزمالك دويدار واحد من اللعبين كمان اللي بيتميزوا بالفانيات العالية جدا في قلب الدفاع نادي الزمالك رغم انه ما بشاركش بصفة دائمة او بشكل دائم ما لعبش مبارح ويمكن بعض الاخبار بتقول ان تم خصم 100 الف جنيه منه نتيجة انه في بوست من البوستات موجودة على احد مواقع التواصل الاجتماعي وبالتالي فيه ازمة موجودة اتمنى ان يتم احتواءها مش هتكلم في المشاكل كتير لان الحياة ما بحبش افجر مشاكل داخل الاندية انا دايما بحب الاندية تبقى مستقرة علشان نشوف منافسة قوية للاندية المصرية ولكن لابد ان نتكلم ان فيه مشكلة بالفعل مواعد ويدار ونتمنى احتواءها الفترة القادمة شريف علاء في احتمالية يكون ضحية طبعا التعاقد مع شكبالة او عودة شكبالة لنادي الزمالك نظرا ان محمد عادل جمعة وحمد طولبة تم الاستقرار على وجودهم في نادي الزمالك الفترة اللي جاية طبعا رامزي خالد اللي اتعاقد معه معي نادي الزمالك من الاتحاد السكنداري وبالتالي من المفترض أن يكون فيه واحد أو اثنين هيرحله من نادي الزمالك في الفترة اللي جاية شيكابالا موجود مع نادي إسماعيلي وهيلعب مباراة مع نادي إسماعيلي بكرة وموجود في العشرين اللي هيشاركه في المباراة أو سفره في المعسكر أمام أمبي بعد هذه المباراة سيعود شيكابالا وينضم لي نادي الزمالك وهيخود أول تدريبات وإن شاء الله يوم الخميس القادم مع نادي الزمالك وزي ما قلت حضراتك أنا معنا حاج محمد أبو سعود أو العميد محمد أبو سعود مباراة رئيس نادي إسماعيلي وقال أنه يعني اتفقنا بشكل كبير على كل التفاصيل انتقال شيكابالا باستثناء بعض البنود الصغيرة من النواحي المادية وبالتالي ما فيش أزمة في عودة شيكابالا لنادي الزمالك مرة أخرى وكمان أحمد سمير هيستمر في التعاقد معه أو الإعارة لنادي الإسماعيلي في الفترة اللي جاية يمكن فرصة بقى التعاقد مع مهاجم إفريق الفترة اللي جاية قلت شوية بالتعاقد مع رمزي خالد بالتعاقد مع شيكابالا في الفترة أو عودته مرة تانية ممكن يكون فيه أعتقد أنه لو قدر نادي الزمالك أن يوفر نواحي مادية شوية أو مبلغ مادية كبير شوية ممكن يبقى فيه تعاقد مع مهاجم إفريقي قوي الفترة اللي جاية ولكن يمكن نسبتها قلت شوية ما فيش كلام كتير داخل نادي الزمالك على التعاقد مع مهاجم خاصة بعد الصلح اللي تم بين مش عايزة أقول الصلح ولكن احتواء المشتر المتقدم منصور لمشكلة باسم مرسي داخل نادي الزمالك وابتدى باسم مرسي يعود مرة أخرى للتدريبات وابتدى الفترة اللي جاية ممكن يبقى فيه استقرار على أنه خلاص مش هيرحل أو بيفكر باسم مرسي أنه ممكن يرحل على نادي الزمالك في يناير وشوف أحد العروض المقدمة ليه ولكن أعتقد أنه خلاص استقر في التواجد مع نادي الزمالك محمد سالم أحمد حسن ميكي وبالتالي الفترة اللي جاية حيكون فيه تواجد لهم بشكل قوي جدا في التشكيل الأساسية لنادي الزمالك ويمكن على الموسم اللي جديد بقى يبتدى يفكر نادي الزمالك فيه مهاجم إفريقي قوي لنادي الزمالك اشتركوا في القناة